وساعات تدخل في علاقة تزود وحدتك وتزود سنجلتك تبقى بدل سنجلة واحدة بقى سنجلتين وثلاثة وساعات تدخل في علاقة تنبهك وتصحيك وتبقى حاطة طريقة هتخرج منها ازاي والخروج من علاقات مش نهاية الدنيا خالص الدنيا تكون ربنا كبير جدا وواسع ساعات احنا ندايقها لنفسنا وساعات يقودنا الماستر مايند يعني فكرة العقل الجمعي والعقل الجمعي ده مسألة خطيرة جدا في التفكير لانه سايكلوجية الجماهير اللي هو لما نكون مجموعة كده بنفكر مع بعض زي الافكار اللي في اول رمضان انها كانت بقى بتاع ايه جاب لي الفانوس جاب لي شكل الفانوس محفور عليه اسمي هو يقول جابتلي وصور بقى السوشيال ميديا والناس تفتكر ان الحياة وردي وطب انا ليه مش في الوردي ده فتبدأ انت من غير اي سبب تدخل نفسك في عمليات من الغضب اللي استفزك بيها الدفع الجماهيري ده لان الدفع الجماهيري ده بيقود عقلنا ومشاعرنا لا ومش كل صورة تتحط هي بتعبر عن حال ممكن يكون واحد بيمتن الواحد انه جاب له حاجة للحظة ايه المشكلة وممكن يكون حد سعيد ايه المشكلة ممكن انا مكنش بمر بعلاقة مشابهة في التوقيت ده موصلتش لحد شبه روحي دلوقتي بعد شوية هوصل يعني ما تقفلش على نفسك الابواب بفكرة الماستر مويند وطول ما هتقعد متنكد لان لسه ما لقتش هيزيد اللي ما لقتش ده تخيلوا لانه كل ما مشيت في مسار حياتك وما حطتش توقعات ان حياتك هتنصلح بس لمجرد وجود الشريك ساعات ناس كتير جدا تقول لك انا مش هنصلح حالي الا لما لاقي شريك حياتي وبعدين يلاقي شريك حياته فما هنصلحش حاله لانه ربط انصلح حاله بشريك حياته لا اربط انصلح حالك بحالك بانت تقدر تعمل ايه نيتك تجاه حالك ايه علشان ما نخليش فكرة العقل الجمعي بيقودنا ان دي الحياة المثالية اللي بيطلع على السوشيال ميديا اهم حاجة بتطلع او الحقيقة التي تظهر في حين انه كتير على السوشيال ميديا الناس بتستخدم السوشيال ميديا لصناعة مكائد وغضب ولفرط توقع وللامتنان والشكر او للعمل والترويج حاجات كل واحد فينا بيختار يستخدم السوشيال ميديا بتاعته ازاي لكن في الاخر انت بتختار مصار حياتك لا بتبقى ضحية اصل الظروف ما وقعتنيش في شريك مناسب ولا اصل الحياة مدتنيش حد اعجبه ويعجبني اصل انا حظي وحش انا فرصي قليلة مفيش حد فرص قليلة بجد مفيش حد فرص قليلة لكن في حد عامل توازنات والداخلية وفرط الانتظار فرط التعلق بانه لما لاقي ده بيخليك ما تلاقيش لكن لما تبقى ماشي في حياتك واللي في ايدك تعمله وسعيك بتجري فيه ودراستك وشغلك بتعملهم رزق ربنا بيجي لكن هنقعد حطين انا على خدنا مستنيين الاوضاع تتزبط من حال نفسها لا امشي في طريقك وحط احتمالات جيدة لانه ان شاء الله هتلاقي شريك مناسب وانه ان شاء الله الحياة هتنصلح وكل واحد فينا بيتكلم عن تجربته الشخصية خدوا بالك انه تجاربنا لا تنطبق علينا كلنا انه فيه ناس بتدخل في تجارب متنوعة كل واحد ليه رحلته وتفاصيلها لكن في الاخر فيه قواعد عامة للرحلة يعني لازم يبقى فيه انسجام روحي الانسجام الروحي ده تعرفه ازاي؟ تعرفه لما تدخل العلاقة على هادي على هادي